السلام عليكم يا شباب في اليوم الرابع من برنامج لينك الليلة الورشة بتاعت المحاسبة ورشتنا عن المحاسبة المالية أستاذنا اليوم أستاذ سمام عاطف حاصل على باكل ريوس المحاسبة والتمويل من جامعة السودان وهذا يصير الاقتصاد والتمويل من جامعة مرمرا في اسطنبول حاصل على زمالة المحاسبة الإدارة المعتمدة الأمريكية وشهادة أساسيات التمويل للـ CFA الأمريكية وشهادة المساعدة الإدارة والمال الأمريكية وشهادة النمززة والتحليل المالي الأمريكي الكندية هو يأرض أيضا الرئيس التنفيذي لهمام أكاديمي ومحاضر بجامعة العلوم والتقان التسمى المحاسبة السلام عليكم أستاذ همام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نسأل خيرات عليكم وكلكم وأتمنى أنكم بخير صحة وسلام تسلمي طيب لاي شخص انك ترشده وتوجهه وتختصر عليه الطريق. يعني الحاجة دي المجهودة جبار جدا 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 جدا. شكرا لكم عليه وان شاء الله ربنا يتقبل منكم واخلصوا النية. دي حاجة والحاجة التانية شكرا جزيل للشباب ديل. يعني على حضورهم والتزامهم. الموضوع ده عبارة عن الحياة دي كلها كلها كده عبارة عن لو ما التزمت فيها الموضوع بالنسبة لك بيبقى شنو? بيبقى مرهقة. حتتعب يعني. لو ما تحبت الان حتتعب لك الدعم. فحقيقي وجودكم هنا يا شباب. انا العدد ما شاء الله كويس جدا. فده بدي موتيفاشن او بدي تحفيز انه لسه الدنيا بخيرة ولسه الشباب بالرغم من الحاجات اللي حاصلة في البلد الوضع الامن الاقتصاد الوضع النفسي الوضع المادي الحياة كلها في السودان عبارة عن شنو? عبارة عن حاجة كده ما تفهم لأي حاجة. فالوضع مدهور جدا صراحة ربنا يعينكم ربنا يسر امركم المبادرات والحاجات دي هي اللي تنفعكم ترفعكم. الان بقت الحاجة الوحيدة اللي بتفيد الناس هي علمها ومعرفتها وشهادات. يعني الناس اللي فقدت كل حاجة تلاحظ انه ابوك عمك خالك انت ذاتك سنين غربتك تعب غربتك في دقائق اختفى. تبقى الحاجة اللي ما بتختفي هي المعرفة. يلا يجيك زهايمر اللي تخرف. الحاجة اللي ما بتختفي هي شنو? هي المعرفة. لكن المعرفة زي ما قل لك في اللغات بيقول لك اللغة لحاميلها يعني انه مش هده انترفيو بتاع بتاع آآ آآ عايز تدرس لغة صينية بقول لك اتكلم. نعم بقول لك اتكلم. لكن نحن علشان اصلا تيجي تبي انفايت الانترفيو. ان احنا ندعوك للانترفيو. وتيجي ونسألك اوه حاجة. لازم تيجي. كل المجالات لازم شيء ما يجذبنا لك. شيء ما يدينا احساس انه والله يا اخي انه خلص الشخص دي بالنسبة لانه شنو? فالمعرفة نحن في العلومة الانسانية عموما محتاجة انها تتوثق. تتوثق بشنو? بالشهادات. عموما سواء كذا انت حبيت تمشي في الاكاديميك سكتر. قل الله انا عايز امشي ايه. اعمل ماستار وعمل بي اتش دي وعمل بوس بي اتش دي وانت ماشي. او انا عايز امشي والله في المجال الاكاديمي. المجال المهني. المجال المهني مش اعمل شهادات مهنية. اعمل زمالات. ايه اللي اللي بيدي انديكيتر انك انت عندك عندك المعرفة الكافية جدا. انه انا وظيفة تهايري او اي حاجة. يكون عندك كرير ممتاز. ما هو في النهاية الطالق ده ان احنا شغالين عليه كلنا اشنو? انت العام بتقرأ وبتمشي الجامعة عشان تشتغل. انت من صغير ومن انت طفل. قولك اخ الله ان شاء الله تكبر. والجيب العربية والجيب الماهية. اللي هو الراتب. انا ما عارف هل انا طلعت خارجة لانا طغط على الكلام لانه لسه وابدت. لكن بعتذر جدا. الكلام ده علشان تصل له التارجة النهائي انك تلقى شغل تلقى وظيفة كويسة تلقى كرير كويس تعمل يور اون بزنيس وتفع الحاجة اللي انت عايز تعملها. اه محتاج تكون موهل انك تعملها. طيب شكرا لاناس وخيرا عاملوا لينك جميل جدا صراحة على المجال الواقع والعملي والافتراضي والنظري كله. طيب المحاسبة اليوم احنا اتكلم عن مدخل المحاسبة اللي هي المساعرات المهنية في مجال المحاسبة في مغراض اساسية انت محتاج تعرفة. ابسط حاجة البريزنتيشن سكيلس. يبقى تاني الموضوع بيختلف. هل تبريزنت فاينايشيال ديتا ولا تبريزنت وات? ابسط حاجة. الكمميونيكيشن سكيلس. بتعمل كمميونيكيشن خليك من الكمميونيكيشن بتاع تخاطبني وتقنعني وتفهمني. لا. بيجيك شخص عنده في مجانب بتاع المحاسبة فيه شخص ما بيعرف يقرأ اصلا. عنده ملايين الدرارات. ده رايي شنو. والله اخي انت ما قاري انت امي. عطيت قول له الله الاسيتس بتساوي بلاس. يكوتي ما بفهم لك كلام زي ده. بفهم لك يا خلاي انا قروشك كده في البنك. ديونك كده. الحكومة عايزنا بيناك كده. خلصنا. ده ابسط ممكن تعمل الانسان. هنتكلم عن اللي هي الشهادات المهنية. ده لي منه? للناس اللي عايزين يمشي سوق العمل. اللي عايز يمشي سوق العمل بيبدأ من هنا. من طيب. عايز. نحن عندنا عندنا ثقافة كده عيبة جدا في السودان. خلصت البكتلاريوس? ايوه خلصت البكتلاريوس. لقيت شغل لما لقيت شغل. شوف الدفع النازل ما اصدر متين انزل معه. اه في حاجة اسمها الله اطور اطور بساعتي والله مش اعمل لي زمال والله ما لقيت حاجة. لا لا. ما لقيت شغل اي مش عملك ما اصدر. ده اديش هادة اكاديمية. ما لا يلاغة بسوق العمل لنا اصدر. طيب الحاجة المهمة starting as fresh graduate. انا كشخص فتاهي عليم رزاقي يا كريم اللي قيت نفسي اتخرجته. what's next? التخطوة الجاية بالنسبة لي يشن. واخر حاجة عندنا الاسئلة. طيب. مدخل الى المحاسبة. طيب. لو سألتك تعريف المحاسبة هيش. ببساطة جدا. عملية تسجيل وتلخيص وبعد وبعد التلخيص تطلع تقرير. تسجيل. عندك في اليوم عشرة الف فاتورة. تلخصة. الله يا اخوانا الارادات. كده. الالتزامات. كده. البيع بالاجل والبيع بالكاشوة ووووة. تمام تمام. تخطوه في ستاندر في فورمات معينة. يبقى الموضوع فوشنو? وحيطلع برة. وحي في ناس حيستخدموه في تفاصيل كتير جدا. الموضوع على الريبورتنج. طيب الريبورتنج انترنالي. ده للاكاة للإدارة. في كيستير للناس اللي بره. كلهم كده. طيب المكونات. فوشنو? في بوك كيبين. طبعا دي الكلمة. الوحيدة اللي في العالم فيها او الوحيدة اللي في الدنيا فاتلاتة حروف مع بعض. دول. تلاتة حروف مع بعض. اهدى المعلومات اللي. خلوها معاكم. طيب اه عندنا الفيناشر الريبورتنج. البوكي مجلوماس كالدفاتر. الفيناشر. دي الحاجة التقليدية باي ذوي. الآن في ضجة وثورة انو الاي اي حيشيل مكانتنا. اه تشال جي بي تي. الايها 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 الايها. انت ليه ترضى نفسك تكون في المجال التحت في في مجالنا ده تبقى في الداة انتيري. ليه تبقى في الحدة دي. خليك 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 شخص قاعد فوق في 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 الطب. يعني ارجع عليك في بالنسبة لك. للناس. لا يسفل الاستغناء عنك. تضيف قيمة للمؤسسة بتاعتك. طيب اللي هي الشغل بتاع المراجعة. اخر حاجة. بتشغل حاجة حيجي راجع البوكيبين وراجع الفينانشل ريبورتنج. وا وا وا. كله حاجة راجع. طيب الغرض شنو البرقس شنو من ال اكاونتنج. بروفايد فينانشل انفرميشن توستيكهولدرز فور ديسيجن مكين. انك تدي معلومات فينانشل انفرميشن. فينان فينانشل انفرميشن عادي. توستيكهولدرز. طيب في فريق ما بين الستوكهولدرز والستيكهولدرز. كده اسألكم في في الشات ممكن ترسل لي. الفريق شنو بين الستيكهولدرز والستوكهولدرز. كالشخص عارف? انتو الشات واقفة. طيب الستيكهولدرز اصحاب المصلحة. يعني انت ترجمت علي. اها طيب اره. نشوف اللي بعد. كده فتح الشات ده و كده الفريق ما بين الستيكهولدر. والستوكهولدر. ستيك يعني شنو? مال بياكل في المطاعم. دهك واحد. ستيك. ستيك عصا. الستوكهولدرز عندهم اسهم. ممتازة يا تبيان. والستيكهولدر عندهم شنو? دي لق عندهم اسهم دي لق عندهم عصا. والله عندهم شنو? اه ما شاء الله تبارك الله. لينا. طيب. ما انسوا ارافكتي البيضة. لينا كان يو اكسبلين مور ضيفي لي. زيادة. اللي انا قلت ليك اضيفي زيادة. لان يجزوه لك ما شاء الله عليك. اصحاب القرار الستيكهولدر. طيب الستيكهولدر دي بالمناسبة بتشمل بتشمل الناس الموظفين عندك. وبتشمل السبلايرز. وبتشمل الناس كتيرة يعني. الكريديترز. اهان. طيب الستيكهولدر. الستيكهولدرز بتشمل كل الناس مع ذلكمبيترز. كل الناس اللي حوالين المؤسسة والناس اللي بتعامروا مع المؤسسة. البروكرز. كل الكمبيونيت حوالين المؤسسة. سوى داخلية او خارجية. معا ده شخص واحد. والكمبيتر. ده برا. الستيكهولدر هو الشخص اللي عنده شنو? اللي عنده اسهم في الشركة. اللي عنده اسهم. تعني موضوع تصنيفة بيختلفها الممتازة والله. والله عادية. طيب انت بقول لي انه ليه المحاضرة دي اساسيات محاسبة? لا ابدا. لكن you need to start from bottom. طيب تبدأ من تحت وتمشي الى فوق علشان تفهم الدنيا طيب الهمية بتاعتها المحاسبة. المعرفة المعرفة بسميها بمعنى جهل. اكس الجهل شنو? ايوه المعرفة المالية. لازم تطبيق الحاجة على حياتك. والعلم شنو? بطبيقه. اذا انت ما بتطبيق مشكلة ما بيثبت. بالزات عندنا في المحاسبة دي. بقول لك الاساس بتاعه هو البراكتس. you need to practice. ما بتتحفظك. ما فاحفظ. فيها فهم. علشان كده الناس المحاسبة انت بطيق من الثانوي ما شاء الله بتحفظ اي حي حفظ التاريخ وا 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 وا. ذلك جاي عدبي. بعد شوية بتلقى نفسك بتزهج وبتمل من اي مادة فاحفظ. ليه? لانا كتعودت على الفهم. عقام تخلصني. انت هنا. الموضوع بتاع البيرسونل والبيزينس فاينانسي ما بطرت تعكسها في حياتك. انا شخصيا بقول لي الناصر البط جديد لا انا قاعد ادرسكم لا بس لكن في حياتي واقع داع ولا. اخدت لاي بطيقيت وتزبط كده ومن بداية الشهر لنهاية الشهر واللي مرت رجو اي حاجة لا بتكون دايما فيش طوال طالع من هل طالع من التياح بتاعه. طيب ده هو هي عملية اتخاذ القرار. انت احنا جاي منك. لو عايزين نشتري اه اصل. والله تدعمنا في القرار بتاع تقول لنا اخو والله الكاش عندكم متوفر ما عندكم كاش. الموضوع ده بدخلكم في اه ضغط مالي. طيب حصل based on financial data. القرارات بتاعتك تكون built on الفاينانشيال ديتا. بيبقى لشنو? الفاينانشيال ديتا البيانات المالية. لك هم افترض بتكون صح معلومة? المعلومة هي اكتر اكتر افادة وهي ما بتبقى ما بتبقى ما بتبقى ما لم تمر بعملية بتاع process. لازم بتتعالج. طيب البدق دينك. planning and controlling finances. البدق دينك. شو قلتها شنو? الموازنات. الفرك شنوها بين الموازنة والميزانية? طيب كده سلكم السؤال ده. thank you يا علينا. الفرك شنو ما بين الموازنة والميزانية? نسمع والله يا اخي الموازنة. ما زبطت زمن زمن زينا والبلد باخيرة. عجز في الموازنة. عجز في الموازنة. عجز في الموازنة. يعني شنو موازنة? ويعني شنو ميزانية? اكتب عربي انجليز ما مشكلة. الموازن خطة مالية مبنية على التقديرات. اوكي? ان شاء الله احمد. اها. والميزانية? الميزانية اللي سنة قادمة. والموازنة عن سنة سابقة. عكستها. عكستها. الميزانية هي البالونس شيد. خلاص. يساوي مصرف لك الميزانية الدخلية. الميزانية دائما بتكون نهاية الفترة. والموازنة بتكون بدأة الفترة. هل في موازنة? هاي الفترة? هل في موازنة نهاية الفترة? هل في موازنة بتكون نهاية الفترة? عارفين البودجيت بتتخطيان واحد واحد? سلامة عليك يا اخي. في موازن نهاية الفترة. اسمها يا الموازنة المرينة. لو ما عندك اكشوار ما اسمه بتقدر تشتغل. لو ما عندك والريزلتanns تقدر تشتغلها. طيب محمد نصر الدين. محمد نصر الدين تقريباً واحد من طلابي. طيب قياس العادعة. طيب انا لو قلت لك انه عاملت بضبيت يوم واحد واحد يوم واحد واحد. والله يا اخي. مثلا في حياتك انا خطيت هذا والله بداية تستعمل الخطط فتحت او فتحت كيب بتاع جوجل ده. والله الخطط بتاعة الفين خمسة وعشرين والله ده ال wieん? الفين اربعة وعشرين من يوم واحد مش يوم تلاتين واحد تلاتين. في حيات كده لافة في الميديا خطت خطط للعام واوات ديتايز دي. هتيت الخطط بتاعتك والله من يوم واحد تلاتين اطناشر يوم شهري تلاتة اكوني امتحنت الامتحان الفلاني. وشهر ستة الحاجة الفلانية وشهر تسعة الحاجة الفلانية. وقسمت عكوارتر بتقسيم اللي انت قسمته. يوم واحد تلاتين اتناشر. ذات اللي بتخد في خطط السنة الجاية اللي ما بتكون نفتها اي واحد من خطط تحت السنة الحالية دي. فبتعي بتعمل شك بقول ليه خلانا سويت دي وما سويت دي وما سويت دي ودي ما سويته ليه والحي دي اسمها شنو? اسمها تيرفورمس مجرمين. خياس ادع. افالويتين البيزنس تيرفورمس. ميتين بيحصل. زي انت بتعدي البضية يوم واحد واحد بتنتظر لغاية البيزنس يوم واحدة الاتناشر او الاكشوال يحصل تجي تعمل تجوف الانحراف. فهمتها. عندنا عندنا قاعدة عامة بتقول شنو? بتقول هاي رسك? هاي رسك? هاي شنو? هاي رسك لما تكون في مخاطر عالية في البيزنس مفترض تكون في شنو? هاي رسك هاي ريت يعني. ان شاء الله عليك. ايوة. خاطر عالية. عالية. لازم تحصل كده. لو ما كده بقى فيه خلل. تاني تاني تمشي تشوف البيهيفير بتاع بتاع الانفستر دا. هل هو رسك افيرس والله رسك اه سيكر ولا رسك ما فارق معه زادة نقص التوتيفة الحديد. في ثلاثة تصنيفات بالمناسبة. عالية ما امطالبين بهم. اه الهمية بتاعة المحاسبة الناس اللي بتدرس اللي بتدرس شهادات مهنية في سكشن. سكشن في في غالبا في اغلبية الشهادات المهنية اللي هو النت بريزنت فاليو. صح في القيمة الحالية وفي البروفيتي بليتي اندكس وفي الانترن الريت وفريتير ما هو ده حاجات كلها انت بتقييم بها شنو? بتقييم بها الربحية والريسك بتاع البيزنس. في اه في فاكتورس تاني برضو بتقييم بها الموضوع بتاع الريسك. طيب الريقتر كومبلاينس يلا. انت محتاج تمشي مع القانون. وكله بالغانون. مفتاج تمشي باشنو? مع القانون. فهمت الفكرة? طيب. ناصل ضرائب. عندنا في امريكا التاكس الريبورتين الاي ار اس اللي هو انترن الريبينيو سيرفيس. طالبك والله بناس ومضغط ضرائب صعب جدا 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 جدا. محتاج تلتزم بيو. فيو مشاكل. تمام? لازم تطلع تقارير نظيفة وما فيه يتظهروا ضريبي وما في اي تلاعب وما في اي حاجات كتيرية. مين اللي بيعمل الحاجة دي? مين اللي بيعمل لك? او مثلا. زي الناس اللي بعملوك شنو? تقريب تعطي الضرائج. اسمع الان المملكة العربية السعودية. لو مشيت بريطانيا قلت لهم عايز يشتغل ما بشغلوك. لو مشيت على امريكا قلت لهم الله عايز يشتغل ما في كلام زيدي. لازم تشتغلين بشنو? المعايير بتاعات الاحزة امريكا ولا يشغلين بالقاب. جنرال اكسبت دا كاونتنج برينزيبو سنو بعد المحاسبية المنتو عرب عليها. في قاب سودانية ايو في قاب سودانية. ممكن تكون قاب خلاص قاب دي اي شامل اي حاجة. قاب سودانية قاب سينية وتيفر دي ايه. خدتاني جنب اه دي ام الدولة. الاختصار تهى الدولة قاب يو اس خلاص. قاب اس دي ان سودان. انت ايف راسة. الاف راسة اللي اختصر معايير المحاسبة المالية. او معايير التقارير المالية. طيب كلمة ايف راس بتشمل اياس اللي انترنشنال كاونتين ستاندرس و ايف راس. يعني مشابه كلمة واحدة. طيب الاوديتس. شغل بتاع المراجعة ما هو انت في ناس بتديك قروش. وبتديك اه ملايين الدولارات. وانت بتجي تقول والله انا اشتغلت الشغل ده وده الشغل يودي ارباح يودي انتزاماتي وا 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 وا. محتاجين جهة تالتة تأكد هل انت شغلك ده صحيح والله وان صحيح. مين الجهة التانية? ناس الاوديتس. مين اكتر ناس بياخدوا كروش في المحاسبة? في المجال بتاعنا ده? ناس الاوديتس. لكن متين بتاخد كروش. لما تطلع فوقها. بتقول لي والله انا الليل اشتغلت الجونيور اوديتر وعايز عايز توزي علي مع ارباح بتاعتكم. لما تصل اللي بارسنال دايريكتر تاني او مراك بتزقو بل ان شاء الله. طيب. اه البضي تين اللي هي ماني جيك عالبيرسون كمان اكسبنس. السايفينج ان انفستينج. الادخارة والسيتمار. بالمناسبة وقل ليك الراتب بتاعك الشهري. الراتب بتاعك الشهري مفترض تكون فو اشنو? تقسموا على تلاتة تلاتة التلاتة الاول. ده مصرفاتك الشخصية. في تلات بتاع شنو? سيفينج او انفستينج. وفي تلات التاني يمشي اوين? سديد بو الجزاماتك صح? طيب. التخطيط لشنو? الا هداف المالية المستقبلي. بتاع بالسيفينج ليبن ما زل. عشان تمشي تقضي رحلة في هاواي. طيب ادارة الدين. احنا شوية الوضع عندنا في السودان ما زي دول برة. مثلا الولايات المتحدة الامريكية بتلقي نفسك انت بتطلع من مورجك تخش في غيره تخش في غيره. الحقيقة كلها عبارة عن شنو? عبارة عن ديون والقروض من البنك واي يتأثر فيها طوالي بسمع معاك وين? في بتاعك. في بتاعك طوالي. بسمع عندك بهناك. والحاجة دي طيب اللي هي مجالات المهنية او المسارات المهنية في مجالة بتاع المحاسبة. يعني شنو? محاسب عام. كده يعني لو جي ترجمت ترجم محاسب العام ده ماذا? متاح في سوق العمل يشتغل معي يزول. اه اللي هي الحاجات اللي بيقدمها. بيشتغل في وبيشتغل في وبيشتغل في الكونسولتين. ثلاثة ديال. اللي هي المراجعة. التاكس بيبريشن. اللي هو تاكس فايلين. اللي هي عداد القراطة الضريبية. والكونسولتين. الورك انفايروين. ممكن تشتغل وين? كنت تشتغل في الاحاكاونت شركات عد المحاسبة. شركات عد المحاسبة دي بتعمل شنو? تشتغل الكلام ده كله من الناس. تشتغل بالاشورانس الوفشورين وا 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 وا. حتى شغبت على اكشوارية. طيب ممكن تشتغل شنو? لوحدك. تصحب المزاجك وتطلب المزاجك. ما لكم ايد تو فايف. ايد تو فايف يعني من ثمانية الى خمسة طيب الشركات اللي ممكن تشتغل فيها ايرنست وديلويت. طيب سمعتوا بالبيك فور صح? هدي في زول سمع بالبيك فور. بتعريف البيك فور دلهم اشنو? يزول بيعرف البيك فور دل شنو? افتحوا الشات كده وروني في الشات. بتعريف البيك فور? والله بتعريفهم. اهنا. اه افتحوا الشات. وروني. اضخم اربع شركات محاسبة في العالم. عمتاز. كانوا كم هما? كانوا كم? خمسة. كانوا خمسة كان بيك فايف. البيك فايف دل هما اي واي اللي هي البراند نيم متاع اي واي. في دلويت. وفي كي بي ام جي. وفي اه اه بي دابلي سي. رايس ووتر هاوس. ذلكم? خمسة اربعة. الخامسة كانت ارثر اندرسون. ارثر اندرسون. ده مكتب بتاع شنو? متاع مراجعة. كانت شغالة على شركة اندرون. واحدة من الشركات الامريكية الضخمة جدا في مجال البترول. والشركة اندرون عندها كان السهم بتاعها كان عالي والدنيا حلوة معهم. فكانوا بيعملوا حركة ظريفة جدا. طيب بتعرفوا ده القروب صح? ده القروب عندنا في السودان. فها ده الغزائية ده الزراعية ده الصناعية وا 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 وا. صح? بتعرفوا الحقيقة. فشركة اندرون كانت لما تكون عايزة تشيل القرض. عايزة تشيل القرض او اي حاجة بتقوم تعمل شنو? ما بتشيل بي عندهم. الشركة لا. بتشيل بي واحدة من السبسيدريز. بتخلي واحدة من السبسيدريز هي اللي تشيل شنو? القرض. بعدين لما تعمل الكونسوليديشن للفينانش الستيتمينت توحيد للقوائم المالية ما بيظهروا. بيظهر عند الشركة التابعة. كمتالفكرة. وهكذا تسير الدنيا. الاماكن ان كنت ممكن تشتغل فيها كبطلك اكاونتو يعني كمحاسب. طيب بعد شوية هنجي لايه الشهادات اللي انت ممكن. تتحصل على عشان تشتغل كبابدك اكاونتن والله. من مليمينت اكاونتن واو. طيب كمليمينت اكاونتن كمحاسب اداري. دي جزيين مفضلة. بالرغم انه انا ما خري محاسبة. ما خري تكاليف ومحاسب اداري. خري محاسبة وتومي. طيب الرول اللي هو اللي بت بتساهم معنا فيشنو? طيب الانترن البيزنس. رولز فوكسين اون باديتن ام بيرفورمانس ايفالووشن. طيب ممكن تقول ببلانين باديتن فوريكاستن وال بيرفورمانس ايفالووشن. تعب لان خطط وتدينا شنو? تدينا التقارير بتاعتك وتدينا وانت معاش. طيب المسؤوليات الكوست مانيمنت ادارة التكارير. بديك دي كده. حاجات كده عريضة. طيب. ادارة التكلفة والفاينانشي الاستهلية المال والاستراتيج. التقيط الاستراتيج. دي المسؤوليات اللي عليك. دي اغلبة يعني ما كلها. دي المين باسم السبسيداريز بيستفيد يشنو من انهم يخذوا قروض باسم السبسيداريز. اه عشان يخفوا القرض. طيب. انا عشان اشترح ليك الجزيدي لا دخلك في. طيب في معلوم هاي ريسك هاي ريتين. صح? هاي ريسك هاي ريتين. طيب اذا طيب در بس اه اوضح لك بالواقع العمل يعني. اذا انت شجاك شخص عايز اقترض منك. العام في الوضع الحاصل اللي في السودان. عارف انه ما عنده نظر دخل وا 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 وا. عارف الحاجات دي كلها. بتديو دين. سيبك من في جوانب تاني يعني. خلى عليك. بتديو دين. ما بتديو دين. صح? ليه? لانك انت عارف انهم حيرجع لك القروش. ليه? لانه عنده ديون كتيرة فوق. عنده ديون كتيرة فوق. واخو اصلا ما شغال. وعنده عليه التزامات. فبتالي المخاطر بتاعته شنو? علي. الشركات لما يكون عندها ديون كتيرة. لما يكون عندها ديون كتيرة. بيزيد لها حاجة يسمى. بيزيد لها التكرفة بتاعته التمويل. اذا انا عايز اموي لك. والحاجة الطبيعية الماركت بدي عشرة في المية. بقول لك والله انا داير منك شنو? فائدة خمسة عشر في المية وعشرين في المية. ليه? لانه المخاطر بتاعتك عالية. القاعدة خايدة 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 تنطبق عليك. تمام? قاعدت ليه شغل ايوان محاسبة ابداعية. طيب الاكزامبلز اللي هو الكوربيت فاينانس ديبارمينتز. وتشتغل في مش في الكوربيت فاينانس. ولانه المنجمين تاكاونت انه ممكن اشتغل في جوزية دي. لكن تركيزك اكتر كله على الشغل بتاع الفاينانس البلاني. طيب محاسب حكومي. مش تغل وين دين? شبكة طاشة. كاربا قضى. الفطور. ما عليش يا شباب. ما تدخل. طيب اكاونتنت او في محاسبة ينسى تقريبا في السودان بيدرسوها جامعة الاحفاد. انا ما لقتني غير عند جامعة الاحفاد المحاسبة الحكومية. ما لقتني غير عند الاحفاد. هي بتاع اه هي بتاع كتيرة جدا. جدا 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 جدا. بتاعت شنو? بتاعت كتير جدا. اما تلعت اصلا الوفقا للتصنيف الامريكي اللي هو والفاديوشري فاند والبراياتري فاند. تلعت فاندس اساسية رئيسية وتاني شنو? فرع من نعم. يلا المحاسبة الحكومية عكسى المحاسبة الاعادية. المحاسبة الاعادية او الاكل والاكاونتنج المحاسبة الطبيعية بتشتغل بالاكل والاكاونتنج على اساس الاستحقاق. فيها مثلا الريفينيو دايما بكون كريديت. الريفينيو بالنسبة لكشنو? كريديت لا. الريفينيو دابت. فيها هي بتاع ريسورسيس وكلام زي ده يعني. فاندس ويوزيس بتاع ريسورسيس. ليس إلا. طيب الريسпонسيبوليتيز طيب الريفينيو وازنات. الريفينيو بلاغ مالي تقارير مالي الريفينيو احيانا 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 بيكون في للحكومات. طيب انت لازم عملت لا بطجد عملت لا جدولة عملت لا دي خصوصة بفند معين خلاص مفترض تمشي عليه. طيب خلوني اشارك معكم حاجة. اقريكم الكلام ده ممكن اتيم كيخ. طيب لو جيتكم هنا. طيب. بس اديكم لا اديكم لا عرض. ما عارف بالنسبة لكم. ما بيها الحاجة اللي ما تركزوا معاها. يعني عشان ما تدخلكم في اي احباط او كده. مثلا ده بتشتغل بموديفايت ودي عبارة عن خمسة المحتاج تعرفهم. الجنرال الفاند والسبشل ريفينيو فاند والدت سيرفيز فاند والكابيتل فاند والبيرمنت فاند الحاجات دي كلها. طيب الستاتمنت اف ريفينيو اكسبنسيس والجنجس ان فاند نيت بوزيشن الوبراتين ريفينيوز الوبراتين اكسبنسيس ما عندك نت انكم. عندك نت شانج في نت بوزيشن. تمام? يعني كده. تفهمتها? ده القبرمنت وايت. العرض القائمة والية. نو كاش فلو وانت ماشي. اه الحاجة اللي ما رضي انت لقيتهم في الجامعات ده منهج ال سي بي اي. طيب الاكزامبل وهل اير اس وهل الانترنال ريفينيو سيريز والستات واللوكال جبرمنت الحقومات الهلية والولاية. هل الصوت في مشكلة? تماما. اه دي ال بالنسبة ال الانترنال اوديتر. الانترنال اوديتر ده مين? الانترنال اوديتر ده المراجع الداخلي. طيب الرول بتاعه evaluating the effectiveness of an organization's internal control. انت كمراجع داخلي سمعت بالانترنال كنترول بالرقابة الداخلية. طيب الرقابة الداخلية اللي هي الانترنال كنترول في الشركة. مبدئيا كلي بتساعدك انه الله كشركة تؤتيف الوبيكتف ستبعتك. الوبيكتف ستبعت الانترنال كنترول تعادر الرقابة الداخلية هما تلاتة حاجات بنختصرهم بكلمة واحدة اسمها ORG اللي هي الoperating. اه يكون فيه effectiveness في الوبرايشن. وعندك اللي هو يكون فيه على الفينانشي بتاعتك. واخر حاجة يكون فيشنه? فيه compliance with laws and regulations. طيب الريسك منيمنت. ادارة المخاطر. طيب انا قلت فوق اه قلت تساعد الشركة في انها تأتيف اتس ابيكتيف. تساعد الشركة في بتصل الريبجيكتي تتحقق الاهداف بتاعتها. الحاجة دي ايه اللي بيمنعك من انك ما تصل اي حاجة تعيقك من الوصول الاهداف بتاعتك بالنسبة لك هي عبارة عن ريسك. you need to manage risk. ريسك مانجمينت هم وفايف ستيبس. I think ريسك ايدي فيكيشن محتاج تحدد المشاكل اللي ممكن تواجهك. وعند والله واحد نين ثلاثة اربعة خمسة. الاستيب التانية اللي هي الريسك اه رانكينج اللي هو الترتيب بتاع تشوف كل واحدة تدها اولويتها. الخطوة التالت I think كانت الريسبونس. اللي هو تعمل لا لا لا. رانكينج ايوة. تاني تستييب للمخاطر ممكن احل المشكلة دي بايشنو. واخر حاجة في هما فايف ستيبس لكن في واحدة سقطها تسهوا. طيب هما خمسة ستيبس مفتاح تد. كلها بتنشع على ريسك مانجمين. طيب اللي هما الناس بنقول نظام الرقابد او قسما مراجعة الداخلية في الشركة. الانترنل على مستوى الشركة. تاني. المحاسبة القضائية. اكتر دولة حاليا الموضوع على مستوى الميديليست ما الشفاء كويس ينمم لك العربية السعودية. ما شاء الله عالمنا. شغالين في الموضوع ده كويس جدا. فالموضوع ببساطة يكون في اي موضوع بتاع اختلاص او نزاع مالي او اي حاج يبدو بجيبوه محاسب يدخلوه في الموضوع ده والله ياخد انتو اتنظرك شنو محاسبية مضطرد يتم شنو وا 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 وا. بس ببساطة كبه. الان فروض. عارفين يعني شنو فروض? فروض يعني شنو? فروض يعني شنو? فروض يعني شنو? احتيال. احتيال. فروض يعني الاحتيال. شمعت بالفروض تراينجل? مثلث الاحتيال? يعني شنو فروض تراينجل? مثلث الاحتيال. اخوان لو حسيت انه انا بطلع من النص كلموين? ده مثلث. هنا فيه في فرصة. في شخص طريقة انه يسرق. وفي راشونالايزاشن. في تبرير الشخص ده والله يا اخي شايف انه انت ما بتديه قروش ومرتبه ده تعبان وبيسرق بيقول لك اخو الله يقول لك حاجة. انا اصلا ما بيدوني قروش الناس زياله كده. بخلص حقي مني بشوفها المخزن بس. والثالثة هي او يكون في في دافع. طيب لو في شخص بيخش في امور بتاعت قمبلين وهو قمار وتفاصيل كثيرة زي دي. اه دي عنده شنو? او مضغوط يعني مثلا. الممكن المني من تضغط ال على والله يتلاعبوا لينا في الحاجات دي ما عايزين ضرائب ما عايزين شنو? او البوردة. وزي ركر صدقة الشركة وقول لهم الله حاجة يقول لنا التارجي طوال بتحصل. فالثلاثة دي لو كسرت منه ومو واحدة خلاص. الفراض بالنسبة لك ما ما في حاجة ما في تعمل مية في المية. لكن بتقلله. يعني لو في شخص عنده تضرر ان انتو الله ما بتديه قروش وماكله ومرتبك تعبان وعينه طالعة. وعنده ضغط في البيت ضغطي ما ادي وا 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 وا. لو الخزنة اللي بيسرق بينا يبتع كاميرا قد تيتقو صادر الخزنة. كسرت الكسرتها الجزئية بتاعتها دي خلاص. كسرت المثلس بتاع الفراض. ايه انت الفكرة? ولو في شخص عنده فرصة انه يسرق بالنسبة له متاحة. والموتيفيشن بالنسبة له متاحة برضو. علىه علىه ضغط على اي حاجة. الله يا اخي راضي وعارف انه الحاجة انه ما مختلفت وخليه من نماحة دينية. ولكن المحاسوب بتعترف لك بالدين. قل لك والله يا اخي الله قال والرسول قال. لا لا اقول لك الكلام. اللي هو محاسب اسلامي وما لا قلني محاسب اسلامي. طيب اه اللي هو الفراود ديكشن والفينانش الانفستيجيشن سيليت دا كله. اللي هو الكشف الاحتيال. والتحقيقات المالية. الاكزامبوس والبرايبيت في شركات او مؤسسات تطبيق القانون والبرايبيت في مؤسسات خاصة تشتغل في شنو في الفورنزيك اكاونتين. طيب الحاجات الاساسية في المحاسبة انت محتاج تعريفها. محتاج تعريفها. اول حاجة عندك التكنيكالي سكيلز. اخواننا بالمناسبة دي. ما في محاسب ما بيستخدم نهائيا. 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 ولان حتنمشي زوج العمو اللي حتلقى يقول لك في اودو اي ار بي. هي قول لها داخلة في اي ار بي. في اودو في في سماك وفي بوكس وفي زوه وواوا. انت ماشي. دين لو انت ما بتعريفهم حتى تتعب. ولو انت عايز تريح نفسك فيه محتاج تعريف البازيكس بتاعة المحاسبة. ولو عرفت اساسية المحاسبة عارف الكلام ده تقنيا بيسميه كيف. خلاص. القيد بتاعك الصحيح كيف تاني وعندك مشكلة. امورك طيبة ان شاء الله. الاكزيل بيختصر عليك زمنك. بيختصر عليك زمنك. والشغل كله اغلب وهو. بتقول ليه تغليدي وقديمه هو. الى الان شغال اموره كل. ما انت بتتعامل مع ارقام بالمناسبة. ودي واحدة من الحاجات اللي بتديك لها بتزيد عندك المهارات التحليلية. يعني تخليك تفرض. ده زادة عشر في المية وده نقص عشر في المية. عشان تجاوب العسيد زادت عشر في المية والله نقصت عشرين في المية وعايز منك اللي تفرض ارقام من رأسك. تدخيل صح؟. تقول لك اه خيال. ده الخيال زاده. طيب البيانات المالية و gauge ما الترين ده الترينت عالموضة لا لا. والله يا اخي المبيعات زايدة ناكسة زايدة ناكسة زايدة ناكسة انت ماشي. الكلام ده تفسير ويش? طيب الكمميليكيشن سكيلس والحاجة اللي مهمة جدا 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 جدا. ما المقصود بها انك الله تكون عندك شجاع وما تخيل تعرض البيانات المالية بطريقة مالة واضحة جدا جدا جدا. طيب الابليكيشن التطبيق reporting to stakeholders. تفهم الناس زايد. الادارة القرار ده اعملوه اصنع المنتجة واشتروه. تتواصل مع 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 العميل. هاي اللي مهمة جدا جدا جدا. هنا عميل ازا بيشتري منك او عميل ازا انت فاتح مؤسسة و عندك تتعاون معه. طيب الاخلاقيات. الاخلاقيات. الحي اللي عندنا في الدين الاسلامي. يعني قبل مشاهدات المحنية ده اصلا تجي. ولو الناس يتبعث ان شاء الله ما في مشاكل. لازم يكون في شنو? نزاهة وشفافية. لازم يكون في شنو? نزاهة وشفافية. طيب الاثيكال ستاندرس بريفينتين الفرود. لازم تمشي وتلتزم بشنو? بالمعايير الاخلاقية. وبريفينتين الفرود. بريفينتين. بريفينتين يعني شنو? بقاية او طاية بشكل صحة. بروموتين الترسط. بروموتين الترسط يعني شنو? سجع السغة. لترجمة الحقية. كيف ممكن نعمل بروموتين للترسط? راح الناس اللي عندهم سيم اي واللي بيقلوا سيم اي واللي مباغصين بارتون واللي مباغصين بارتون. يلا دي معنى ما في زول? تيجاوب? عادة لما بدرس بسعل سؤال. وما بجاوبوه بقوم بقول لهم ده هوم ميرك. خلاص ده هوم ميرك. طيب البروفيشن الكواليفيكيشنز. الشهادات المهنية. الزمالات. السي امي. الاف امي. وانت ماشي. طيب اول واحدة. كما اقول لك اول واحدة تبتبعها. لكن احنا في كناس شغالين باليويسي. اولا الناس اللي بتشتغل في الميديليست عموما السي بي اي مسمع جدا. جدا جدا جدا. طيب البروفيو الكردينشي الفور ببليك اكاونتين. سيرتيفايد ببليك اكاونتين سي بي اي. ممكن ملن على شاختك اذا. نقول يو اي اي س. الامريكي. المتطلبات. اول حاجة يكون عندك اليدوكيشن. لو ما عندك بتعملها سوى ما بتمتهنا. سيبك من الكسبرينس. الكسبرينس تايما ما بتكون شنو بعد الامتحان. اسمه اربعة عشنو. اربعة مواد. لازم بتمتهنا. طيب هلأ انا طالب في الجامعة. المحتاج اعمله. لا ما تعمل. انت طالب الان في الجامعة ما تعمل. انت فريش كراديويت. رضاك المادي كويس اعمله. لانه انت علشان علشان تعمل السي بي اي عايز تقيم ورقك اقل ولاية. التقييم بتاع الورق. بتاع الدوكيومنت سبساتك اقل ولاية. كانت فلوريدا بمية وستين دولار ده التقييم. يعني شركة فاكس اللي بشركة بتاع اه بشكل تقييم. وتاني حتدفع في مية وعشرين. مية وستين ومية وعشرين كما ميتان وثمانين. ميتان وثمانين زايدا الامتحان الواحد بتلتمية وتسعين زايدا ميتان وخمسين بوين اربعة في دي الرسوم تحت الامتحان العالمي. تمام? خلصنا ما خلصنا. الماتيري الماتيري بالالفين وغمسمائة دولار. اقلية متيرية بتاع سي بي اي بقى الفين ومسمائة دولار. انت ما حتشتري. حتشتري. حتشتري عشان الظروف ما معروف ايش ما. فلو ما عندك لا تغطية كافية ما تعمل. طيب الحل شنو? اعمل شي هذا تعمل ترفعك مهنين ترفعك ماديين تقدر تموم منها. ايش هذا انت اعيز تعمل. طيب شفتوا اتبسطة زايب اللي انسي ما. الله يسمحها خلاص. لكن متعبات اوعية وخلاص. طيب تركز في المحاسبة الادارية والادارة المتطلبات دايما بنقول الاكزام ابدأ معي من واحد اتنين تلاتة. او خلي دي اتنين ودي ثلاثة. تواصل الامتحان انت طالب في الجامعة ممكن تواصل الامتحان ممكن تواصل الامتحان انت طالب في الجامعة ليس ما تخرجت. بعدها خلصت الامتحان ايوة خلصت ايوة يا سلام. الحمد لله على السلام. الله يسلمكم. الخطوة الجاي شنو? عليك الله يجب لناش حتى بتاعك. مع عندي. اصبر شوية لما نجي وندي كم سنة نجيب بكلاريوس. جيب لك كم ساعة بتاع تعمل زمان وانت طالب كنت شغال بنقبله. وانت بعد تخرجت شغال بنقبله قبل يتمتعهم البعض. طيب تستفيد مننا ايشنو? المحاسبة الادارية وكارير يعني شنو? تطور مهني. ترفعك. ترفعك ان شاء الله. ترفعك. ترفع مرتبك. ترفع نظرات المجتمع عليك. حتى نهز بيته. مع واحد من طلابي امتحنا هو ما شاء الله خلص الامتحنا كده كنت بتكلم معه اه بعد شوية يعني سمعت الزغاريت في البيت وكده. قلت لك ما ان شاء الله. ما لقى اللي ايدي لقى ايه? اهل مبسوطين نظرة البيت لقى كيف? الله يا اخي على حسب ان انا بقري في الجامعة وبيتقفل كتير وما ما شغالة وفترة كده هناك. اللي قلت نظرة البيت لقى كويسة. طيب في في تجربة ناسبة دي انا مرت بها انا شخصية يعني. وزملائي هم الان كلهم سي امي هولدرس وشغالين في شركات الاستدواء واحدة. فالحاجة اللي مين انت مفترض تعملها بعد تتخرج شنو بين الناس وانا انا جربت الشعور بتاع انو انت فاضل لك حاجة بسيطة وتتخرج. احنا كورونا والثورة عطلوا حياتنا. احنا في سنة رابعة. فالحاجة اللي انت مفترض تعملها تحل الموضوع ده تلاعب في التوقيت. الحاجة المفترض تعملها بعد تتخرج شنو? الله يتمشي تشوف موضوع الوغلية. تشوف تشوف المحاسبة. تشوف واحد متقدم واحد شنو واحد زمالة واحد. خلاص عمل الان. انت طالب عندك عجيبة. وانت تخرجتها خلاص. نزلت من الظلط على الردمية. طيب البنيفيتس والكارير ادبانسمنت. بتزبط لكم مورك والله ان شاء الله. ليه? لانها شهادة معترفة بها. شهادة امريكية. طيب الشهادة التانية انتم محتاج تعريفة. في واحد من الشباب الشغالين في اي واي. اي واي دي من البيك فور في السعودية. قال ليه مشيت معاينة بتاعت انترفيو. اه لريس حسابات. والشخص اللي عمل له الانترفيو واللي هو ده عنده يعني. اللي شغال فيه وعي. عنده فقال لي من الزور الشهادة بتاعت الاي سي سي. قال ليه اسمع. قال ليه انت اكد شنو? قال ليه اكد شنو? قال الله يراعي. دي من مكاني. طلعت طالي قال ليه طلعت من الترفيو وتقدر اترف. لانه ما عارف انطق اسم الشهادة صح. فقال ليه ده حيتعبني جدا. ده ما اطول فائد اصلا. فالسرتفاع ديه الشهادة الوحيدة اللي في العالم انه متخصصة في المراجعة الداخلية. فقال انت بتقدم وبتقول لهم اني سايح. هيشيلك في الوظائف كيف يعني? هيقوله دي يا اسوس. طيب في الانبيسمنت او الانبيسمنت بانكينج. ما تحليل مالي. ما تحليل مالي الشهادة. ما متخصص في التحليل المالي. مش محلي المالي متخصص في الانبيسمنت بانكينج. شهادة محترمة على وزن العالم. عندك سيفة خلاص. لكن داري لا قروش وداري لا زمن. طيب الاسوسيشيشن الف شارتر السيرتفايد اللي الاساسي ساي جلوبال كواليفيكيشن واليفيكيشن ان اكاونتنج ان دي اسمها الزمان البريطانية. اسمحت لي بالزمان البريطانية. في المحاسبة عموما كده. والتمويل. دي الزمان البريطانية في المحاسبة الادارية يطلعوا شهادة اسمها اكسل الامريكية. طيب انا الان كشخص خريج. اي كلكم خريج. صح? انا كشخص خريج لانا عمل شنو? والله زي ما هو قول اهنى. لا تكسر شنو? ما عارف لا تكسر العمود لا تشتت الرصالة صح? لسا الفرصة عندك. وده ما اخر ده ما اخر العمر بالنسبة لك والاخر الدنيا بالنسبة لك. آآ زي ما الحياة توقفت واستمرت وحتجيفه وحتستمر والحياة معشها. بايك والله بدونك. لكن انت ما مسؤول عن وضع اللي خارجي. انت ما مسؤول من وضع اللي خارجي. الحاجة اللي حاصليك حاليا. انت ما عندك كنترول فيها. خليك متوتر وخليك عندك آآ قلق او عندك اهتمام بالحاجة اللي انت مسؤول فيها. زي القرار بتاعك انك تنضم للبرنامج ده ده الحاجة اللي انت بتقدر تتحكم فيها. القرار بتاعك انك تحضر السيشن دي او الورشة دي ده اللي انت بتحكم فيه. خليك دايما مركز على الحاجات اللي انت بتقدر تتحكم فيها الحاجات اللي خارجة. تحكمك ما تذعر منا ولا ضايق ولا سويك في حياتك. محتاج ترتب وتشوف مخرج. ودايما في مخرج. بس محتاج تشوف كويس. طيب انا قلبت بتاع تنمية بشري. طيب اول حاجة انتك والله يا خانا عجبت نحرك عمله واحد. آآ في الامارات. قال ليه مشيت آآ عشان نلقى شغل وكده ما لقيت لكن مشيت لشركة. قلت عمي اخوانا انا عايز نزل معكم ترينينج. نزل معهم ترينج. اليوم والله قبل شوية لقيت بتاعه على انه نزل معهم متعين معهم. ابدأ من الحاجة. ابدأ بجونير كاونت المحاسب. ابدأ اوديت اسيستان. مراجعة بتاع مساعد شي للدفتر. اضبع الورق. اعمل ابدأ بجوني. ابدأ هناك في امريكا. طيب الانترنشيب. اشتغل معهم تدريب. اشتغل شغل الترينينج. ما انت الان خري. الشركات عارفة انه انت ما عندك حاجة. انت فريش. لكن اشتغل شنو? اشتغل الترينينج. شنو من تلقي فرصة. اه. ايو الاكسبت. طيب النتورك. النتوركين. النامة بتاعت القروب دي استفيدوا منها بالنسبة. القروب اللي انتوا قاعدين حاليا بتاع بتاع البروغرام ده. استفيدوا منها. اعمل علاقات. اعمل تشبيك. ويس جوان. طيب الشهادات المهنية ناس والاعي مي وغوادي الكله. لما يكون في السيشن بيقول لك انجت نتورك. انجت كونيكشن. تحصل على شنو? على كونيكشن. بيساعدو كميه من وظايفة الحاجات دي كلها بيتمعو شنو عبر الكونيكشن. انا ما عارف. طيب الكونينيوس ليرنين. اه. stay updated with accounting standards. انت كوني. خليك مدير الكلام في في اه. الديبلوم بتاعت الافرس. شاءلوا منها المعيار بتاع ايفر اس وان. دخلوا في ديسمبر دخلوا طبوطار سارو دخلوا معيارين جديدات. بتاعت ال اه. اس وان الله ينسيتهم. دخلوا من جديدات. لازم تكون اعرف متابعة الحاجة. طيب السيرتيفيكيشن انا اعمل شنو الان? ابدأ باي زمانة. ابدأ بال ايف ام اي او السي ام اي ايهما اقل تكلفة. لما انها جبتها الاف ام اي بتلقاه قاعد في السي ام اي. يعني مطر منك. اقل تكلفة اوكي عايز. شو هذا جاب اسمك سريع. حاجة كده تميزك. تنفعك المعينات واو. اه عشر الف خريج. وفيهم واحد انجو اف ام ايه. لو الحاجات التانية مصبوطة هو اكتر شخص ان يشتغل. اكتر شخص ان يشتغل ليه? لان انجو شهادة مهنية عند زمانة امريكية. او السي ام ايه. تمام? طيب اه خلونا ننتقل لي الفترة بتاعة الاسئلة. سوى في الشات او ما عارف الطريقة اللي انتو بتديروها الحاجة لكيف? فا. اه اوكي. المدير. نعمة ممكن you can start from your end. لان انا نتشات ما عندي له اكسس. طيب يا شباب. في البداية شكرا جزيلا لنفساز هم هم على المحادرة الممتعة جدا. اذا في اي سئلة رجاء اكتبوها في الشات بوكس. حن اطرحها على البريزنتر وهو حاجة عب عليها ان شاء الله. ما ما اعتقد كان في اسئلة اثناء العرض نفسه. معظم المداخلات هي كومينتس او اجابات على الاسئلة اللي كنت بتطرحها. فحاليا اذا في اي سؤال حول اي شي اخذوا الفرصة دي. واكتبوا لنا في الشات. طيب يا صلى الله عليه وسلم. في سؤال بيسأل عن انه عايز شرح اكتر عن متطلبات السيامي. طيب متطلبات السيامي. فيه تويس. فيه اتجاهين. انت ممكن تنمشى فيهم في مسار السيامي. عايز اجرى سيلف السادي. الريسورسس كلها قاعدة في اليوتيوب والكتب متاحة في التليجرام. ده اصلا فايوليشة للإذيكس. لكن ما مشكلة. لما مشان احنا كزودانين. الخطوة الاولى اه تمشي تبدأ تبدأ تقرأ. تبح فتفع قروشة اللي يمتحان يليمتحسن. كل وقصات دي المتطلبات. بعد يمتحن تنجح ويبقواه ليك والله شنو. عسل. جاء بكيلاريوس والدينا الاكسبريينس بسعتك. دي حاجة. لكن انا بقول زايمن. اه زمنك اغلى يعني لو خطيت القروش في كفة. والزمن في كفة. الزمن اغلى من شنو? اغلى من القروش. اه بنصح الناس اذا وضعك المعدة الممتاز وكده طوالي. انا هسي عندي وقت كويس يعني. مشيت دخلت قورس بعد في النهاية بالنسبة الهيه افضل ما بغيرنا بالقروش. طيب انه انا جاوبتك. طيب انا كخريجة اقتصاد. ال-CMA وال-FMA حتفيني في مجالي والله حكون out of point. ناس الاقتصاد. والله يا ناس الاقتصاد دير انا مليت ليلهم شهادة. والله يا مليت ليلهم يا شهادة. تو بيه اونست فيديو. ليه يا دكتور? ليه استاذ همام? عندكم زمالة? ال-CFA is very relevant لخريجين الاقتصاد. بذي ما قلت انها very expensive and very time consuming. بس ال-CFA. ال-CFA فيها component كبير جدا بتاع economics. فيها component بتاع international trade. فيها components relevant. يعني very relevant لخريجين الاقتصاد. ال-CFA. كلامك دي في ال-CMA جايد وفي ال-CPA جايد. أيضا. ال-CPA كما نعرف. نعرف الكثير من الناس من اقتصاد ادعينوا في ربك فور. برضو بشهداتوا بتاعة القريجين الاقتصاد. بشهدات بتاعة ال-CPA برضو. الله. والله. الله سكويس نعتمدة. ممكن اشارك؟ تفضل. انا كنت عاوز اقول نفت الحاجة انه CFA ممكن تكون here is the most relevant. برضو ال-finance هو يعني برسودان انا لاحظت انه دايما بيكون في ال-schools في يعني في الجامعات في الكليات تحت الاقتصاد. يعني نادرا ما يكون حاجة تتبع للمانجمنت او تتبع للمحاسبة. فبالتالي اي حاجة عند علاقة بال-finance اي شهادات بتاع التمويل هي relevant تماما لشخص خريج اقتصاد اعتقد. شكرا. انت الخريج اقتصاد. انا خريجة بيزنس لكن عملت ال-PAT في الاقتصاد. عشان كده. اي متعنصرات لتخصوص كنا. اوكي. طيب. لا نحن الاثنين خريجات بيزنس you know. بيزنس بعد الفصلة بتاع بيزنس من اقتصاد في جامعة الخرطوم. بس يعني we wanted to make it relevant لخريجين الاقتصاد. كويس ما شاء الله. تماما. هو في انترسكشن كتير بين المجالين عشان كده احنا برضو لما نجينا في الكريتيريا بتاعت البروغرام اضفنا يعني خطينا خريجين الاقتصاد والعلوم الادارية. لانه في يعني بيزنس عموما كله مربوط بالاختصاد. طيب اه عبدالعزيز. علي اجاوب لك طبعا الدكتورات ديل ما هو التدرج الصحيح لوظيفة المحاسب. محاسب عادي للسينير اللي مدير قسابات وكذا ومستطلبات كله درية ووظيفية. محاسب محاسب عادي بتنشر بكلاريوز بس سلام عليكم انا انا ببدأ محاسب عادي. هذا الموضوع بالنسب الحيلي اه ليها علاقة بالمؤسسة اللي انت بتشتغل فيها. طيب مثلا اديك اديك معلومة الناس اللي بتشتغل في المجال بتاع الاندسر التدرج بتاعهم ضئيل جدا ما سريع. طيب والناس اللي بتشتغل في المجال والكونسولتنسي وبترقوا سريع. ليه? لانه انت هناك الارضي انت هناك المنتج. اذا شغال في او 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 او. اما المؤسسات الداخل دي ممكن تلقى لك مؤسس تبدو فتحي عليم رزاقه كريم تبدو سياه فوق عادي. انت خريت بتاع بكلاريوز بسعبات عادي المساطس طغيرة دي. لكن ما من يجب ان تصفيت المساطس متدرع ديها. اه وظيفة المحاسب. محاسب عادي لسنير اللي اه محاسب عادي لسنير ممفتك لا professional qualification مدير حسابات بدأ تكونسيدر السيمي السيمي بتخدتك كCFO طيب بالنسبة للإداريين شنو الشهادات المهمة الإداريين اللي هم الناس اللي متخرجين إدارة I think they can go for PMP ممكن يمشوا لSHRM اللي هي الشرم دي لو عايزين يمشوا في المجال بتاع lHR ممكن يمشوا على CIM لو عايزين يمشوا في المجال بتاع الماركتينج ولو عايزين يمشوا في البروكورمنت يمشوا لCIPM I think ديلا اللي أنا عارفه من الآن طيب حتى ديلا سيدة العمال ممكن حكتة واحدة برضو هنا الCMA برضو ممكن تكون very relevant للناس الخريجين إدارة أيو الناس اللي خريجين إدارة طيب في الإدارة عموهم فالسكشن بي اللي هو البلانيك بطي تنك طبيق تات بي وان في بارتو طيب سكشن اي فاينانش الاناليسيس سكشن بي الكورپايت فاينانس سكشن سي الديسيجيان الاناليسيس سكشن دي الريسك مانيمن سكشن اي الـ 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 ماضي. طيب بالنسبة البرامج في الجامعة بعلمه الاكسل بس عايز عارف البرامج الحديثة. اه والله الاكسل لو مشيت فيه مشيت على الاكسل في كورس في واحدة من في كورسيرا اسمه اكسل سكيلز فور بزنس. ممتاز جدا صراحة. انا استفدت منه. قدي من وشي طواعد. برامج المحاسبة الالكترونية المهمة. ابدي باسمعك الحاجات اللي متاحة اللي فاتف شري بيرشن ديو. طيب بخصوص الجرد والتقييم والمحاسبة للمخزون بالفايف واللايف والتهرب الضريبي. السؤال التكنيك العجيب. طيب. الجرد والتقييم المحاسبة اللي خزون. الجرد هو بتعمل الجرد آآ يعني على الاقل تعملين الجرد شنو? سنويا المرة واحدة على الاقل. تاني الموضوع بيبدأ. هل انت شغال بريوديك ولا بريوديك كله ربع وكله نهاية سنة بتعمل الجرد وخلاص. وتضعها الكوست بتاعة اليونيت والحاجة دي وخلاص. اما شغال بيربيتش وكله عملية بتاعة الشراب بتحسب كوست عن اليونيت جديدة وتفاصيل زي دي. طيب الفايف واللايف 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 والاندر الافرس هي بروهيبتي ما حضورة. ما في لايف في الافرس. لكن قاعدة بين قاعدة الناس القاب. طيب قاعدة الناس القاب ليه? الى الان قاعدة. لانو الشركات الكبيرة بتدفع العضاء بتاعة الكونغرس مقابل انهم ما يصوتوا على شنو? على ان يشيلوا اللايف. ليه? لانها بتعمل بتعملك لانك شغال آخر بضاعة دخلت عن محزن هي البضاعة اللي بتطلع طوال المبيعات فبالتالي مع الربينيو وبالسعر بتاعة التضخم بتطلع البضاعة بتتكلفهم عشنو? مع التكلفة اللي طالع بالتضخم. اه التهربة الضريبة زل ما يتفع برائب. طيب. اه السيمة اللي دار بالضفليش مثلا اذا انا اذا اخدت الشهادة. كتخصص كميال بتاع اه بزنس ادميرستيريشن ما بتضيفلك. لو انت عايز تعمل شفتين كدير تيينة على الميال بتاع المحاسب بتضيفلك. بتضيفلك جدا. طيب الايكونوميتريكس هي ريليفنت. اتفضل يلا انا ارفع. اه السيمة يعني كاداري بتضيفلك كتير جدا جدا في حتة انك انت في الدسيجن ميكين. whenever you reach a point بتاعت. يا اما تكون في مانجيريال position او في في بورد اف ديركترز بوزيشن. فادي بتكون مفيدة بالنسبة لك جدا جدا في الدسيجن ميكين. you know يعني we we all know انه في نهاية كله فترة او فترة محاسبية بيكون فعرض للقوائم المالية. از يعني انت بفروض تكون at least عندك الا idea how to read this financial data. how to um ام كيف تجراها وكيف تفهمها تستوعبها. امايك هل كنت واضحة? yes you are. ايوة كنت اواضحة بس كنت انا بكتب لتسليم. ده اسمه excel skills for business. طيب عندك كرصة بتقديم في المجالات. لا انا ما اعديك ارصات. طيب. اه تاني في زور. بالمناسبة دي. كلامك صح. ان انا الشخص اللي درست عنده السي ام اي هو خريج ميكانيكا. خريج بتاع ميكانيكا عامل السي ام. فلما سألته ليه عملش السي ام اي قال لي يا اخي ناس المحاسبة. ناس القسم بتاع المحاسبة جولة فيه وحاجات كتيرة كده بقوله يا اخو يا مستر ام للحتة دي بس. طيب الكلام التاني دي شنو ما عندك ما اشغل. الحاجات زي دي متفنون. فقال ليه خلاص انا طالما زعلت من هالحاجة دي. ومشي دخل في كورس وخلص وهم مشوا امتحنوا معهم. وهم رسبوا وجد الرسم هو تاني. فالحاجة التانية قلت لتها عملت جدا ليه. امتحنة للسي ام اي خلص السي ام اي ما شاء الله بيزكور عالي. دايما الناس اللي بطيهم مجالات التانية بيجينا احنا في مجالنا بيبدعو. وبالذات ناس هندسة ليه. لانه المدارك العقليه بالنسبة لهم مالا متوسعة اكتر. ايوة. فلما سألت وقلت ليه وليه عملت السي امي الحاجة التانية قل ليه ام رانيك ماي اون بزنس. عندي البزنس بتاعي. افادتني جدا. ومش امتحنة السي اي سي اي لابل ون. وباصة وخلاص على كده. قل لي دي بنسب لي اي اناف تمانيك ماي بزنس. يا باتدارة لو عايزة بتاع عمل اي بزنس لقدام شسي اي اه. اه. ساس همان بس في سؤال بتاع هل هي ريليفنت للا اكتر اه ما رجعت له اي قاس? هو قصده السي امي ولا قصده شنو بتضبط? ايوة. الا الا اي لا. ما علي اه لا. ما علي اه لا. اهاناس البيتشي دي في يلا بس هنا هرجع اقول حتة تانية انه الـ CFA هي للـ Econometrics للضبط كبه لانه بالمناسبة هتدرس فيها إحصى و الرياضات عميقة جدا بالضبط فيه كمبونت كامل في الـ CFA اللي هو الكمبونت بتاع الـ فالي هو علاقة قوية جدا بالـ Econometrics حابة أضيف حاجة يعني حاجة مهمة جدا جدا قاله أستاذ همام الشهادات دي صح هي بس لو الزول ما عنده المقدرة إن هو يعملها يطلع على المتيريا الحقتها زي ما قال لست سمام المتيريا المتوفرة بس المتيريا المتوفرة الواحد فيكم مرات لما يقدم لوظيفة الامتحانات بتاعت الوظيفة بتكون أسئلة من المواد دي بتكون أسئلة يعني من الامتحانات بتاعت الشهادات الشهادات العالمية دي أو الشهادات المحتمدة دي فكونك تكون عارفة الحاجة حتى لو ما عندك شهادة أو حتى لو ما عندك الـ الريجستريشن البس بدينك التعارفة أسئلة في الامتحانات بتاعت الوظيفة بتعدي صدقت كلاما صحيح كلاما صحيح بالمناسبة الـ لو خلصت دي الحاجة اللي انت محتاج لها في الـ محتاج لها في أي كون عارف الساسية المحاسبة والتكاليفة وحيي سألوك بقولك أسمع أيوة في رقم جايت في كل القوائم المالية ده أيوة رقم كذا تبرد سؤال رقم جايت في كل القوائم المالية ده أيوة رقم ثلاثة دي شنوة النات ينكا ماشا وبصافي الدخل كايت في الينكا من ساتمان في الينكا من ساتمان بتشيلو البالونسيت بتكفلو في الريتين ايرنينكس على البحر المتجزة الميزان العمومية مشيت للكاش فلوز أول رقم هناك لو أنت يشغل بالينداريكت ميثود بدبي هو ده أنا سؤالي تسألته في معاينة بالنسبة تسألته في معاينة في السودان والشخص اللي عمليه المعاينة هو سيامي انترفيو آه تاني في زول عندي سؤال آه كان في سؤال بأنك كنت ادعيد ليهم حتة الشهادات المهمة بالنسبة للإداريين وكورسات تفيد زول خريج دراسات مصرفية ومطلوب منه يعمل شنو عشان يحسن السي في تمام عليش آه نصرا آي تنك بسأل من كورسات تفيد زول خريج دراسات مصرفية المطلوب منه يعمل شنو بخصوص السي في خريجين الدراسات المصرفية يمشوا عملوا سي دي سي اس واحدة من الزمالات المحترمة لطلع آه لندن إنستيتيوتو فاينانس والحي بشكل ده إنستيتيوتو فبانكين حي بشكل ده سي دي سي اس من الشهادات المهمة جدا إنتو عميس ما حضرتو الورشة بتاعة بدردينها الضاي والله شنو الورشة اللي مش يحضر طبع صدد هالدين دردين فالله عندو سي دي سي اس يعني بدرر سي دي سي اس آه تمام يا شباب طيب أنا كزول قريت يكونو ميتريكس وشغال في قطاع البنوك الشهادات اللي بفيدني شنو بيضافة للسي اف اي والله I don't think so في شهادة بتفيدك أكتر من السي اف اي وفي سي بي سي اي ممكن تفيدك الناس ال ممكن تعمل دين اما شوف ال اف ام بي اي بتفيد الشخص اللي عنده اصلا هو عنده يعني عندك المعرفة وعندك ال اكزل سكيلس تاني ما عندك مشكلهم ام بليكيشن لالنوديج بس ناس الادارة ناس الادارة يعملوا بي ام بي اللي هي الشهادة بتاعات ادارة المشارية ممكن يعملوا الشرم دي اللي هي وممكن يمشوا للماركي دي وممكن يمشوا لالشغل ناس النبوش والغوشة واو دي لناس الانجنيرينج المهندسي ممكن يمشوا لالده ده ناس ادارة ناس ادارة عمشو كورسير عبدو بي بجوغل بروجيك مانيجمنت عندهم عندهم بروفشن سرتفكيشن عمشو ادرسوها متاحة قد دي مولي الفينانش ال ايد ادرسوها اللي عايز يمشي ماركتين عندهم ديجيطال ماركتين بروفشن سرتفكيشن قادر ناس المحاسبة ناس المحاسبة خلونا اديكم كورس في كورسير عمش اقرأ الانترودكشن تو فينانشال اكاونتين اقرأ المور انترودكشن تو فينانشال اكاونتين دي بروفيسور براين بيشاي ديال الاتنين بغطلوك سكشن ا في السي ام اي بارت وان اه خلص ديال في واحد بتاع والكونسوليداشن بس بيدرس اسرائيلي ده ابو الوحيد والله لكن كورس ممتاز وهو شاطر ونجد شغلته فلو خلصت التلاتة خلاص بالنسبة لك ما في حاجين تخلصت المحاسبة المالية امش لادفانس توبيكس بتاع بتلقاها متاحة وجامعات محترمة جدا في the illinois اندها اندها كان عندك كورس حق محاسبة مالية بلقاه وان والله قاعد في المنصة بتاعتيها سيف الدين وعلشان انت سألت منه رسل لي اسمك ويميلك بديك لو اكسس هدية ساي كده منه الارض ده لشخص واحد يا شباب معلو كل الناس في الزلتان عندك سؤال ولا خلاص خلاصنا الله يديكم الخير بالنسبة للفراود والريسك منيجمنت ككورسات شنو كورسات بطبيك دي الفراود والريسك منيجمنت I think there is course بالنسبة للفراود في كورسيرا في كورس بتاع برود في كورسيرا شكرا يا بخيت شكرا يا روى جزاكم الله خير وأعتذر لو ما عاري هنا أخذتكم ساعة بعد إن شاء الله طورك الله زمن روح لا لست وليست عندك وقت بوني سمعني وشك شكرا جزاك الله خير الله يديكم لها شكرا يا شباب تعني بيزول عنده حاجة أسمى كورسات كورسيرا قلتهم حاضري يا لينة جدا يا لينة طيب دكتور لو ممكن بس ترسلهم لي في الواتتاب أسامي الكورسات اللي أنت ذكرتها وأنا حسيرين ومعهم اللينك تمام ممتاز شكرا جزيلا شباب لو فيكم زول في تركيا هنا في اسطنبول خلونا نتلاقى وأنا بعزم على قهوة سوف أدينا تواصل مع نعمة أو فاطمة أو إحسان أو على حسب التيمة اللي شغال بس لهم اسمك يملك فيو جيب يو دي أكسس شكرا على الورد الجميلة أهم حاية إن كنتوا مقصوطين واستمتعتوا للمحاضرة وأتمنى إنكم أكون أضيفت عليكم كيمة يعني ويضيعت لكم ساعتين من زمانكم والله شكرين جدا جدا يا أستاذ يعني واحدة من المحاضرات اللي عليها يعني شباب ما تنزل بالفورم بتاع التقييم للمحاضرة في جوجل فورم أنا شيرت الفورم معكم في تشات هنا وشيرت الفورم في الواتساب شكرا طيب لو محتاج الجزء الخاص بالتحليل المالي أدرس بارتو يعني إنت محتاج جزء خاص بالتحليل المالي تمشي تخش تدفع 595 دولار وممبرشيب عشان تمتحهم بارتو عشان تقرس سكشن بتاع الفينانشال اناليسيس خلاص الكوسط لما الكوسط بيحصل شنو اكسر الحانة دي واحدة من واحدة من من الأساسيات تحت الانترل المطرورة واللقابة الداخلية يعني ما ممكن أنا يكون عندي محصول بتملمية ألف أمشي أعمل له سور وعشان أوجب له شخص يحرز لي أدفع مليون ومسوين ما بتستبيد منها إلا لو انت شكرا يا حبيبي خلاص نظام محاسبة الضرائب للشهادات المهنية مبنى على أساس أمريكا هل يوجد أمريكا آه ضرائب أنا فتكرت نظام محاسبة الضرائب في الشهادات المهنية مبنى على أساس أمريكا هل يوجد فارق بينه بين الخليج العربي والله أخي شوف الخليج العربي شغال بالآيف عالين بده يدخل يعني تقريبا الإمارات خمسة في المية والسعودية خمسة واشر في المية عموان خمسة واشر في المية ده النسبة دي هذا بده يطبق النظام بتاع الضرائب آه عما أمريكا والله التاكسي صراحة في أمريكا معقدة جدا 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 فيها غرامات 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 تقيلة جدا خلين فعمشي لك جواز أمريكا وتعالي الخليج تعيش ملك آه باي ذي ويب المناسبة دي خلوني أديكم نقطة مهمة جدا لكم إنتو للباقين كلكم السي ام اي بالمناسبة أنا في واحدة من الجانرات الأمريكية عملت لي افهم الامتحان بتاع الجيمات والجري باي باي عملت لي ويفر عملت بها ويفر خلاص تعفيق والافي الماء برضو بعرف طالبة قدمت هي متخصص بتاع اقتصاد وعايزة تدرك تخش في المجال بتاع المحاسة وعدتهم الشهادة بتاع الافي الماء في مواد أساسية مفترض هي تمتحينها فلما أدتهم الشهادة وكده ويعترفوا لها يعني عفوها منهم كان الكريديد بتاعها باي كم كان الف وتسعمائة دولار كل حاجة بتاع الساعة الواحدة فالشهادات المهنية بتفيدك جدا 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 لو في شخص عايزة يعمل مصر وكده بالذات تحديدا تمام هنو الله هنو شغال من سبعة ومش يا دا بالليل يا دا كده خلصت طيب أفتكر كده ما في أي أسئلة تانية شباب إذا في أي أسئلة تانية ممكن تشاركوها مع وممكن إحنا بعض ذاك نحاول نتواصل مع أستاذ همام ونعرف إجاب صلى الله وبركاته جزاكم الله خير أخيرا بقول لكم شكرا جزيلا لكم قل لي حسابك في لينك إن حاضر يا سيك I will share it with you guys I share it in lots of group شكرا جزيلا لكم إنكم كلكم إنتو الشباب المجتهدين ويعريد تواصل على كده على حضور المحاضرة قطعكم من زمنكم في حاجة يسمى الأمورتين الفائدة اللي انت ضيعتها كان ممكنك تحضر فيلم ساعتين تحضر مسسل ظريفة تتونس تطلع مع الأصحاب الشو اللي أو أي حاجة لكن انت قررت إنك تضحي بالحاجة دي علشان تي تحضر المحاضرة فشكرا جزيلا على الحاجة دي وشكرا جزيلا للتيم اللي قاعد ما شاء الله سبارك الله تنسيق باطمة رسل الإصلايدات قبل يومين إحسان الله عايزين نعمل كده رسل البايو وكده اللي اتنين ادخرتها علينا جاة نين نعمة برقبتها وهي نعمة نعمة قلت لي لا لا أنا ما يسمي نعمة أنا يسمي نعمة فشغل على التطور ده ممتاز فإن شاء الله هتمنى إنه ناس من الدفعة اللي بتتخلى لجي تستلم الراية وتنضم للتيم اللي شغال في التنسيق بإن شاء الله وشكرا جزيلا تمام شكرا لك جدا يا أستاذ همام وجزاك الله خير عنا وعن كل الشباب وربنا يوفقك و احتصب الأجر عند الله تمام ربنا شكرا سلام علي شباب ما تنسوا تمنى الفورن بتاع التقييم للسيشن لو فيه أي أسئلة أو أي كومينت ستعني ممكن تتواصلوا معي بخصوصة